السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزائي طلبات وطالبات الصف الخامس اللي ابتدائي. موعدنا النهار ده ان شاء الله تعالى. محل من ملحق كتاب المعاصر عشرين تلاتة وعشرين. نبدأ بسم الله. يعني ارى و اكتب طبعا اه صح او خطأ. عندي طبعا ده نص الاستماع. طبعا من نص الاستماع الاجابة صحيحة. يعني دينا بتحب الدقاق. نمبر تو. رانا دزينت لايك تشوكليت. عندي طبعا نمبر تو رانا دزينت لايك تشوكليت. طبعا رانا وتحبش الشوكولاتة. الكلام ده فولس. لاني طبعا في نص الاستماع بتقول انا احب الشوكولاتة. نمبر ثري. الشوكولاتة ليست صحية. يبقى ليجابة فولس. نمبر فور. يعني الدقاق والسمك بيكون طعم صحي الكلام ده صحيح. نمبر تو ريد الناص بيستخدام الكلمة اللي في السنلو. عندي كائنات منتجة. وعندي طبعا حيوانات طاقة وعندي وعندي معدها ماء. يعني السلسلة الغذائية بتوضح طبعا ان النباتات والحيوانات انهم ازاي يعني بيحصل على طاقتهم. نجابة صحيحة هنا. نمبر ون. يعني في بداية السلسلة. احنا طبعا بنشوف النباتات. هذه بتسمى طبعا يعني كائنات منتجة. طبعا هما بيحصل على طاقتهم من الشمس. يبقى هنا صن. الحيوانات بتأكل طبعا النباتات وحيوانات اخرى لحصول على الطاقة. يعني هما بيكلوا حيوانات اخرى لحصول على ايه? الطاقة. نمبر ثري. نمبر ون. طبعا بات بتغضعات وعملي بتغضعات وغريت بتغضعات. اه دول بيأخذوا حرف الجر اللي هو ات يعني ذائد الفرب بلصا ان يجيب. هنا لجابة الصحيح هنا ات. اه باد ات سيئة في طبعا في رعبة قرة القدم. نمبر تو ايود لايك سبيس اورينج بليز. يعني انا اود ببرتقال من فضلك. طبعا هنا الكلمة اه باد اه بصوت متحرك. اه طبعا هنا الصوت المتحرك بياخد اه اداة الاداة طبعا ان اللي هي معناها واحد من بتستخدم قبل الاسم المفرد الذي يبدأ بصوت متحرك. نمبر ثري ايوان تو ذا شوب تو سبيس صنبريد. طبعا احنا بنستخدم تو والمصدر للتعبير عن الغرض. انا اذهب للمحل لكي اشتري صنبريد بعض الخبز. نمبر فور ايوان تو ذا بيد. روم انا اذهب لحجرة النوم طبعا عشان تو جيت ماي كوت لكي احصل على معطفي او البلطوء الخاص بي. نمبر فايف وي هاونت جات سبيس جريبس عنب. طبعا عندي اه طبعا نفي اه اللي بتستخدم في النافي اي اما صنب بتستخدم في حالات الاسبات. يبقى واخر بازن الله تعالى مع تمنياتي بدوم التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.